أكد عضوان ديمقراطيان كبيران في الكونغرس الأمريكي أنهما وافقا على دعم صفقة بيع كبيرة لأسلحة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من تراز F-15 ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نائب غريغري ميكس والسيناتر بين كاردن وقع على صفقة تحت ضغط شديد من إدارة رئيس جو بايدن بعد أن تسبب المشارعان في تأجيل البيع لعدة أشهر اشتركوا في القناة